قال رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة أعلنت اعتزامها طرح عدد معين من الشركات الحكومية في البرصة وذلك لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة أضاف مدبولي خلال مشاركة في جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص أن طرح هذه الأصول في البرصة يتيح فرص الاكتتاب أمام المواطنين والقطاع الخاص بهدف تحقيق أفضل عائد مادي لطرح هذه الأصول أوضح أن ما يحكم عملية طرح الشركات في البرصة هو ظروف سوق المال بصفة عامة كما أن الطرح يتم بدعم من بنوك استثمار متخصصة تقدم للدولة استشارات فنية حول اختيار التوقيت المناسب لعملية الطرح والطروحات أشرى مدبولي كذلك إلى أن الهدف من إنشاء صندوق مصر السيادي وفقا للقانون هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة فيما تتبلور رؤية الصندوق في البدء التدريجي لنقل عدد من الأصول الثابتة إلى ملكيته